فالنهار ده هنتكلم عن قيمة المحبة نتكلم عن قيمة المحبة وإزاي تنشي الرحمة في قلوب الناس بس أبت مسألكم هو احنا بنحب بعض يعني شفت السؤال شكله بيتعب إزاي تبتعالي الانساء عن نفسنا عن طريق حاجات نرصودها كده نعرف احنا بنحب بعض ولا لا المواد اللي احنا بنشوفها والمنشورات اللي احنا بنقراها اللي على السوشيال ميديا أو في أماكن أخرى اللي بتحض على الكراهية والقطيع هل دي بتقول ان احنا بنحب بعض طيب في حاجة تانية على محور آخر هل التسول العاطفي اللي احنا بنشوفه مش بيعبر عن قلة المحبة ايه التسول العاطفي ده الناس وهي بتتسول اللايك والشير ده اه انا بدقق في الحياة دي لان حياة دي مهمة جدا جدا هي بتعمل كده ليه اني واضح ان في عندنا خلل في محتوى الرحمة عندنا الحياة اللي بعد كده اللي بتزاز العاطفي اللي بتزاز العاطفي اللي يعتبر تشويه لقيمة المحبة زي الامة مثلا ما تيجي تقول لابنها تشوف اللي بتزاز العاطفها تعمله زي لو عملت حاجة غلط مش احبك مش 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 احب الفعل الغلط اللي انت عملته لا مش احبك ولو بتحبني الامة بقى تقول لابنها لو بتحبني لازم تسمع كلامي والاب بيقول له لو كنت بتحبني كنت طلعت زي لو كنت بتحبني كنت شفتني انا القضوة بتاعك لو كنت بتحبني لو كنت بتحبني كله بتزاز عاطفي بعد كده بقى العلاقات المبايرسة بقى العلاقات المسمومة تلاقيه في العلاقات المسمومة منها مثلا علاقة زي علاقة التملك مثلا انا لو بحب حد لازم اتملكه يبقى اللي بحبه المفترض ان هو يموت فيه طب هو لما يموت فيك هيعمل ايه يعني خلاص مات ما وبقاش فيه حياة واني اموت فيه ايه الا علاقة سفاكة الدماء دي انا اموت فيه وهو يموت فيه يقول لي ده مجاز لا 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 ده فيه ناس عيه كده ده فيه اقولك مثلا فيه ستات تسعة جزء هو انا لما موت هتعمل ايه بعدي يعني ايه عزائي يعني لما موت هو يموت وراه وانا وهو يسأله وانا لو موت انت هتتجوز بعدي ايه 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 الطريقة دي في مسألة الحب هذا الكلام لابد ان احنا نتابع ايه ويبقى بعد كده اولادنا بتوعنا ملكنا نعمل فيهم اللي احنا عايزينه فيبقى ابني ده بتاعي اللي يحصل يطلع زي ما انا عايز ويفكر زي ما انا عايز ويبقى كمان على مستوى الصداقة صاحبتي ما تحبش عدي غيري فلو حبت حدي غيري احس ان هي خانتني وغدرت بي كل ده بيقولنا ان احنا الحب عندنا بعافية شوي لان انا جبت لكم الدواير المهمة في مسألة الحب دايرة الازواج دايرة كمان الناس في علاقات الحب دايرة كمان الناس في علاقات البنوة الصداقة كل ده بيبين ان الحب عندنا بعافية شوي يبقى دايما بنعيش في علاقتنا بالاحتياجات لكن كل العلاقات جعلها الله سبحانه وتعالى مش عشان اتعلق باصحابها ولكن عشان اتعلق بالله سبحانه وتعالى يعني ايه كلام ده عشان كلام ده في بعض الاحيان ما بتفهمش العلاقات ربنا خلقها نحفظ كده العلاقات الله سبحانه وتعالى خلقها لتخرج منا الجمال يعني علاقة الاب الاب بابنه ده علاقة عشان تخرج اجمل ما في الاب واجمل ما في الاب تخرج ما اجمل ما في الاب هو الحنان والشفقة والعطف وتخرج اجمل ما في الابن وهو ماذا البر والوفاء فالعلاقات موجودة عشان تخرج أحسن ما فينا العلاقات كل العلاقات ربنا خلقها عشان تخرج أحسن ما فينا عارفين أحسن ما فينا إيه هي القيم وعشان كده العلاقات موجودة عشان نفع على القيم فوإن لي يخلي فيه علاقة مسمومة المعيار الأساس أن العلاقة دي مسمومة أن هي تكون علاقة مستهلكة تستهلك الإنسان وتخليه حس بأنه ولا شيء وملوش أهمية وما بتحملش قيم وعشان كده حضرت النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إيه عشان بس نفهم مسألة دي لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسي يعني إيه يعني إن قيمة المحبة دي قيمة مهمة في حياتنا يعني إيه قيمة المحبة هي قيمة مركزية وعشان كده حضرت النبي صلى الله عليه وسلم جعلها المركز بتاع الإيمان عشان هي قيمة مركزية في حياتنا وأصلها والمقياس اللي هي فيه إن يحب الإنسان لأخيه ما يحب لنفسي وتبقى قيمة المحبة دي هي ثمرة يرتبط وجودها بالعديد من القيم الأخرى يعني إيه آه هي مش هتبقى عيني القيم دي بس هي ما بتظهرش القيمة دي غير بالقيمة دي زي قيمة الاحترام والتأدير والثقة والتعاون يبقى إذن لازم نفهم بشكل واضح إن القيم دي لما تكون موجودة دي بتعمل إيه؟ بتعمل وهج إن قيمة المحبة موجودة وعشان كده إحنا عندنا المحبة لو عايزين نعرف المحبة نعلم أولادنا المحبة إزاي أنا أقول لك حاجة بسيطة لو عايز تعلم ابنك المحبة علمه إن هو يبقى الحاجة اللي بيحبها لها خصص له وقت محدد يعني إيه خصص له وقت محدد؟ ما ينفعش إن هو يكون بيحب القرية وم بيخصصه وقت القرية ما ينفعش إن هو بيحبش باباه وهو ما بيخصصش وقت يقعد مع باباه ما ينفعش إن هو وعشان كده إيه اللي حاصل؟ شوفوا النتيجة بقى عندنا حاجة اسمها إيه؟ الاعتزال الأسري كل واحد معتزل في غرفته وقفل على نفسه وما فيش حد مع التاني ليه؟ لأن هم فهموا إن المحبة دي عواطف في القلب لا المحبة لازم تخرج ققيمة بفاعلية في الحياة